اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان على النحو الذي يمنع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية ويفتح الطريقة نحو مسار تحقيق السلام على أساس حل الدولتين كما تناول اللقاء تأكيد عمق العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها ودفعها إلى أفاق أرحب لسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية حيث أكد الجانب الإسباني في هذا الصياق حرصه على تعزيز مشاركته في عملية التنمية التي تشهدها مصر من خلال دور الشركات الإسبانية في العديد من القطاعات ومن بينها التصنيع والزراع والنقل وذلك بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والإسباني الصديقين كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج وقد ركز اللقاء على استعراض التطورات الجارية بالمنطقة حيث أكد السيد الرئيس الموقف المصري الداعي لعدم توسع دائرة الصراع وضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تدعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة وأكد السيد الرئيس في هذا الصياق ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية الرامية لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية لإنهاء المعاناة المتفاقمة للمدنيين من جانبه أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده للجهود المصرية المستمرة لتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة مشيدا بالدور المصري في هذا الصدد على جميع المسارات كما نقل وزير خارجية إيران تحيات وتقدير الرئيس مسعود بزشكيان للسيد الرئيس وهو ما ثمنه السيد الرئيس وتم الاتفاق على أهمية استمرار المصار الحالي لاستكشاف أفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين اشتركوا في القناة